موسيقى حبائي في أمثل كثير في الكتاب المقدس على المسامحة مثلا إبراهيم سامح لوط عندما تركه وذهب إلى صدوم بل ذهب وحارب عنه وأنقذه نقرأ عن يوسف أنه غفر وسامح لإخوته اللي بعوه عبد لمصر ونقرأ عن داود لم ينتقم من شاول اللي حاول قتله ونقرأ عن النبي أليشع اللي أحضر الخبز والأكل والموائد لجيش أرام وملك أرام اللي كانوا جايين يقتله ومثلنا الأعظم يسوع المسيح اللي أحب حتى المنتهى وغفر حتى للناس اللي عم تصلبه ولم ينتقم لنفسه هذه الشريعة بتعلمنا التسامح والمحبة وضبط النفس والنظر إلى يسوع المسيح اللي بيعطينا القوة الداخلية حتى نتغلب على أي ضعف في حياتنا بصلي أنه رب يباركك وفعلا يغير حياتك اليوم ترجمة نانسي قنقر